الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام ومات الحبيب صلى الله عليه وسلم فما الذي حدث مع السيد عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأجمعت الأمة على ذلك بيع بالخلافة فجاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا عثمان بن عفان إلى أبو بكر عشان المراس فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء لا نورس الحديث في البخاري ومسلم فامتسلم يعني سمعوا الكلام طالما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم وذكرت عائشة خلاص القصة خلصت هل النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا؟ ما ترك شيئا كثيرا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورسوا دينارا لم يورسوا دينارا ولا درهما إنما ورسوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر سيدة عائشة رضي الله عنها تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا البركة وفي الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلة وسلاحا وأرضا جعلها صدقة صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الكثير بل وحسم الأمر ما تركناه صدقة الأنبياء لا يورسوا وكانت هذه المشكلة في بداية خلافة الصديق ولكن الله تبارك وتعالى يعني جعلها تمر دون أدنى أشياء في الصدور الصديق أبو بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين وها هي نهاية الصديق قد حانت بعد سنتين يمرض وتمرضه السيدة عائشة وأنا أريد لكم أيها الأحباب أن تنتبهوا إلى مدى الحمل السقيل الذي وضع على عتق السيدة عائشة رضي الله عنه لقد شهدت موت النبي عليه الصلاة والسلام بنفسها ومات ورأسه على صدرها صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى قلبها ثم الآن أبو بكر الصديق أيضا أبوها حبيبها يموت أمام عينيها وهو يقول لها وأنا ما أدري ما هذا السبات الذي وضعه الله تبارك وتعالى على قلب عائشة برغم تتابع هذه الصدمات موت الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي موت الزوج أفضل زوج في الوجود على الإطلاق موت أكثر شخصية تحبوها سيدة عائشة والآن صدمة أخرى يموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يسألها كما في البخاري في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في سلاسة أسواب بيض سحولية بلا عمامة فتلت أسواب فقط بيض سحولية يعني من بلد في اليمن اسمها سحول تلت أسواب بيض فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما اشتدت عليه حالة المرض قال إذا أنا مت اغسلوا ثوب هذا أو أمرهم أن يغسلوا اغسلوا ثوب هذا وزيدوا عليه ثوبين فقالت عائشة إن هذا لثوب خلق قال الحي أولى بالجديد من الميت مع إنه بكر الصديق في سعة من العيش ولكنه هذه حالة الإنسان الزاهد ومات أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودفن ليلا وقبل أن يموت تقول السيدة عائشة ويتحضر وفات أبيها تقول لعمر كما يغني السراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فقال لها يا عائشة لا تقولي ذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ومات الصديق مات الصديق أمامها ويا الله ما أقوى شخصية عائشة وما أثبت شخصية عائشة نموذج يقدم لنساء الأمة بل والله ولرجال الأمة في السبات والوقوف والصمود أمام الأزمات لقاء قديم نكمل مع حضراتكم إلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته